أهلا بكم في الجلسة الرقبية الثانية لمجلس النواب للأسبوع الحالي والتي عقدت اليوم شنه هجوم على أنظمة الدفع الإلكترونية التي يشرف عليها البنك المركزي الأردني عبر شركة مدفوعاتكم إلى التفاصيل الهجوم كان من النائب صالح العرموطي حيث قال إن عمل الشركة الخاصة فيه استيلاء على حق الحكومة في تحصيل الأموال من المواطنين لقاء دفع الفواتير إلكترونيا فيما كان رد محافظة البنك المركزي الأردني في اعتقادي ما قمنا به هو مثال مثال جيد للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بشفافية واضحة وبمسؤولية واضحة على الجانبين فالقطاع الخاص له قدرة على التوسع ومهمتنا أصعب وأكثر صعوبة وهي المراقبة على هذه الشركات والحفاظ على أنها تقوم أعمالها بشفافية ووضع القواعد اللازمة الأموال كانت تستلمها الحكومة وتدخل في خزائنها بعد فترة طويلة من استلامها من المواطن الآن الكاشفلو أو التدفق النقدي لدى الحكومة يأتي في نفس الوقت بموجب هذا النظام الشكوى النيابية تمحورت حول حصر عمل نظام الدفع الإلكتروني بشركة واحدة وتقاضيها رسوما من المواطنين لقاء تقديم الخدمة الإلكترونية لهم فيما أكد المحافظة أن المجال سيكون مفتوحا أمام الشركات للتقدم بطلبات فليست هذه الشركة حصرية مدتها محدودة عند انتهاء المدت سيتم طرح أعطاء آخر للعمل وبكل شفافية وبكل وضوء مستقبلا يجري الحوار والحكومة جادة معنا في أن الحكومة ستتحمل الرسوم التي سيدفعها المواطن على معظم خلينا أكون دقيق معظم الخدمات الفواتير التي ستقدم للحكومة وتسأل النائب عن توقف شركة البريد الأردني عن تقديم خدمات دفع الفواتير مجانا فيما كان رد المحافظ ما حصل هو خلاف بين شركة المدفوعات وبعض البنوك والآن يجري وبتدخل منا مباشرة معالجة هذا الموضوع بحيث تلعب شركة المدفوعات دور الوكيل لعمليات التحصيل شركة البريد الأردني إذا عدنا ونجحنا في إعادة فتح البريد سنكون عملنا عدة بوابات البريد سيقوم بالخدمة مجانا محافظ البنك المركزي في مرافعته أكد أن التجربة الأردنية أصبحت رائدة في المنطقة وبدعم من جهات دولية وأن الحكومة تهدف إلى تخفيف العباء عن المواطن وتحفيزه على الدفع الإلكتروني بما يواكب التطور العالمي ارتفعت أسعار المنتجين الصناعيين في المملكة بنسبة 1.4% خلال الشهر الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة فإن ارتفاع أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة بلغت 19.2% والصناعات التحويلية بنسبة طفيفة ساهمت بزيادة أسعار المنتجين الصناعيين في الشهر الأول من هذا العام مقابل تراجع أسعار الكهرباء بنسبة 3% وأظهر التقرير أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر جاءت على رأس قائمة الأنشطة الأكثر ارتفاعا بنسبة بلغت 19.4% ثلاثها صناعة المنتجات الغذائية والتي ارتفعت بنسبة 8.1% بالمقابل فإن أكثر أسعار الأنشطة الصناعية خفاضا هي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 13.4% وصناعة الوراق ومنتجاته بنسبة 10% حصل مركز جمرك عمان على شهادة الأيزو بعد اجتيازه عملية تطقيق من الشركة النمسوية الدولية في فرع الأردن مدير مركز جمرك عمان عميد جمارك جلال القضاء قال خلال الاحتفال الذي أعلن به عن تسليم الجائزة أن الشركة المانحة لشهادة الأيزو أوصت بمنح المركز الشهادة بعد التحقق من تطبيق نظام الجودة والمواصفات القياسية الدولية لتطوير الخدمة وتحسينها للرسول إلى رضا متلقي الخدمة من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق التنافسية الدولية في مجال تسهيل التجارة عبر الحدود وما لها من أثر إيجابي في تشجيع الاستثمار هذه الجائزة أو الشهادة التي حصل عليها مركز الجمرك تبين أن الجراءات الجمركية والإدارية في جمرك عمان هي ضمن المعايير الموضوعة لذلك وقامت بمنح هذه الجائزة أو الشهادة شركة تيو في وهي شركة نمساوية قامت بمراقبة عمل مسح لكافة الإجراءات تتم في مركز الجمرك عمان كانت الإجراءات ضمن المعايير الموضوعة وحصلوا على هذه الشهادة اليوم طبعاً بتدأ العمل على هذه الشهادة منذ عام 2016 وسعى الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء للملاذات الضريبية مدرجاً عشر دول جديدة إلى القائمة وتضم القائمة الإمارات العربية المتحدة وبروبنا حيث تلقى هذه القائمة اعتراضات من دول أعضاء على غرار إيطاليا ووضعت اللائحة التي باتت تضم الآن خمس عشرة دولة عام 2017 غدا تسلسلة فضائح بينها وثائق بنما التي دفعت الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء وكان ممثلوا الدول الثمانية والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رفضوا بالإجماع مقترحاً للمفوضية بإدراج السعودية ودول أخرى على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة تبيض الأموال أزمة انقطاع الكهرباء في فنزويلا تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وسط صراعات سياسية تحول دون حل المشكلة ودعوات للتظاهرات تعيش فنزويلا لليوم الخامس على التوالي في الظلام جراء انقطاع التيار الكهربائي والخلافات السياسية الداخلية على السلطة رفعت من حدة أزمة الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي إثر هجوم إلكتروني استهدف محطة توليد كهرباء تسبب بنقص حاد في الغذاء والدواء نجم عنه وفاة أكثر من 15 شخصاً بينما تعيش عائلات في الظلام في وسط هذه الأزمة يعيش السياسيون خلافات على السلطة حيث نصب رئيس البرلمان الفنزويلا نفسه رئيساً ودعا إلى تظاهرة شعبية في كافة أنحاء البلاد فيما وجه الرئيس نيكولاس مادورو إصبع الاتهام نحو الولايات المتحدة في الهجوم الإلكتروني الذي تسبب في أزمة الكهرباء الظلام الذي يخيم على البلاد بدأ يضع الاقتصاد الفنزويلي تحت وطأة التضخم فهل يجد السياسيون حلاً لهذه الأزمة سريعاً وسط محاولات دولية لمساعدتها أعلنت رئيس الوزراء البريطانية تريزا مايا توصل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول إجراء تعديلات ملزمة قانونياً على اتفاق انسحاب لندن من الاتحاد وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية قالت ماي أن التعديلات التي تم الاتفاق عليها كان طلبها البرلمان البريطاني حيث تم تعديل خطة الأمان من خلال التوصل لإجراء بديل حتى كانون الثاني أو كانون الأول 2020 كأبعد تقدير وأعلنت ماي قبل ساعات من تصويت البرلمان البريطاني على التعديل أن التوصل لضمنات ملزمة قانونياً من الاتحاد الأوروبي يأتي لتمرير اتفاق بريكزيت في البرلمان البريطاني وتجنب انسحاب فوضوي للندن من التكتل ترجمة نانسي قنقر